تشهد عدة مناطق بولاية البيض انتشارا للعقارب خلال موسم الصيفة وتختلف درجة خضورة الإصابة بالتسمم من شخص لآخر وتزيد من مرحلة لأخرى فهنا بمصحة الإنعاش بمستشفى محمد بوذياب بعاصمة الولاية يرقد الطفل صلاح الدين منذ خمسة أيام بعد تعرضه لسعة عقرب سامة كادت تودي بحياته كان راقد والتلتق على الرابعان تاع الصباح كما نقول حذر التالي الفاجر واه واه أيه ورفضناه جبناه هنا السبيطار لاقوا بينا الله يبير جبناه خاتم ما جبناه كما نقوله احنا في حالة جبناه في الحالة اللي جبناه فيها احنا ما كنا جعلناه بالليحية والحمد لله وعدنا احنا العقرب اللي هي بالزاف كنا عياجات البلدية دار تدوا دار والواجب انتحام بسرح العقرب احنا عدنا بالزاف كانوا ان نلقوا خمسة ستة فنها الرابعة في بعض المرضى يعني يستيجبوا العلاج الاولي اللي داره في صال دو سواء ويجيناه نايا نزيدوه شوية ويوجدوه في المراقبة اما بعض المرضى في خلال تنقل تاهم ويديروا دي كومبليكاسون ويديروا الوطن اللي يصل هنا يصل في حالات يعني تريزافونسي كل موسم الصيف نتجند لهذه الحالات يعني عدنا الحمد لله يعني من نتلقاوش انه وفايات كثيرة اوان الا اللهم اذا يعني جاء في ستات ريزافونسي ما يزيد عن 140 حالة اصابة بالتسمم العقربية منها حالتي وفاة سجلتها المصالح الصحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوذياف منذ بداية سنة الحالية 144 حالة تسمم عقربي خلال هذه السنة من بينها 105 حالات سجلت فقط في شهر جوان وجويليا منها تس حالات خطيرة تم استشفاؤها بمصلحة الانعاش سجلنا منها حالتي وفاة وسبح حالات تماثلت للشفاء ويبقى الجانب الوقائي كتنظيف المحيط وتحسينه وتنظيم حملات لجمعها خاصة بالمناطق النائية سلاح فعال محاربة التسمم العقربي والحد من انتشاره مع ضرورة جاهزية المصالح الصحية وتجندها لمعالجة المصابين وتكفل بهم